لم يكن كلود يتحدث بالإنجليزية قبل ثلاث سنوات فقد ولد هذا اللاجئ الذي يبلغ 12 عاماً في جمهورية الكونغو الديمقراطية ولم يكن يتقن سوى الفرنسية ولغات لينغالا لدى وصوله إلى جنوب أفريقيا مع عائلته أما اليوم فبات يتقن ثلاثة لغات بفضل تلقيه حساساً دراسية مجانية بعد ظهر كل يوم إلى جانب أطفال مهاجرين آخرين هنا أتعلم كل شيء الإنجليزية والرياضيات كل ما يلزمني للتمكن من تدبر أمري لدى ذهابي إلى مدرسة أخرى هؤلاء الأطفال متحدرون من بلدان أفريقية مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وزنبابوي أو إيرتريا لكن أوضاعهم الإدارية أو المالية تحول دون التحاقهم بالمدارس وهم يرتادون مدرسة دينية خاصة ضمن برنامج 326 المسمى كذلك نسبة إلى موعد حصاتهم اليومية بين الثالثة بعد الظهر وسادسة مساء أصبحت مدرستنا تستقبل تلاميذ من أعراق مختلفة منذ نظام الفصل العنصري نحن نعتبر أن وضع الأطفال اللاجئين هو شكل جديد للعدام العدالة الاجتماعية يعيش أكثر من ملوني مهاجر في جنوب أفريقيا ويؤدي هذا الوضع إلى تفاقم التوترات بسبب المشاعر المعادية للأجانب في بلد يرتفع فيه المعدل البطالة والتباين الاجتماعي وقد سبق لغالبيت هؤلاء الأطفال أن تعرضوا للشتم وحتى الاعتداء ويدرك مدرسهم جيدا الظروف التي يمرون بها لكونهم أيضا لاجئين مستبعدين من النظام التعليمي التقليدي يتيح لنا هذا البرنامج تقديم أفضل ما لدينا نحن كلاجئين وأشعر بالفخر لكوني أعطيت فرصة لمساعدة هؤلاء الأطفال اللاجئين مثلي على بناء مستقبلهم ويلتحق ربع عدد هؤلاء التلاميذ بالمدارس العامة سنويا وقد ألهم هذا النموذج متطوعة أوروبية سابقة فأطلقت برنامجا مماثلا لدعم الأطفال السوريين في ألمانيا ترجمة نانسي قنقر